بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين طال انتظاركم لعمل مفارش انفليه للأمطرية أنا أسفل التأخير لكن أنا هبتدي معاكم فطاق مجديد للأمطرية بتاعي هنشوف وحداته هتبتدي إزاي دي قطعة للكرسي أنا هنزل لكم البطرون برضو بتاعها لما أنا لأنا عايز أقوله أنه لما أجي أعمل القطعة دي أو أي قطعة تانية بأي موديل تاني بأخذ أهم حاجة في الكرسي هو عرض بتاع الكرسي اللي أنا هبتدي به الارتفاع ده بقى كده ده أنا بمشي به خطوة خطوة بعد كده عشان أوصل لي لكن البداية لازم تكون من بداية عرض الكرسي من هنا هعمل عدد سلاسل بعد معيز بالمزورة عدد السلاسل ده يساوي طول العرض بتاع الكرسي وبعد كده هنقسمه على أساس الوحدة دي الوحدة دي بتاخد 22 غرزة سلسلة أنا هعمل الوحدة المرة قادي بتاع الكرسي كلها من الموديل ده مش كله أنا هعمله موديل الوردة فأنا هبتدي موديل ده معاكو الأول وبعد كده هنعمل ده بالكنب الكبير هيبقى فيها واحدة من دي وواحدة من دي هنشوف كده على الكنبة احنا هنشوفها هتاخد كام عرض بسم الله الرحمن الرحيم يلا نبدأ مع بعض نشوف ازاي احنا هننفذ الكفر للكنبة الكنبة هنا بتساوي عرض اتنين كرسي دي قط بتاعت الكرسي أنا هطيتها عشان نشوف الفرق بين هوين الكنبة بس أنا هنا الكنبة بتتكون من شلتتين هعمل المرة دي الكفر يغطي الكنبة كلها كقبعة واحدة مش هعملها جزئين تمام؟ الوحدة اللي هنحننفذ بيها المرة دي هي الوحدة دي الصغيرة دي اسمها وحدة البيزلي أو رسمة البيزلي تمام؟ باخد أنا هنا عرض الكنبة كله بالمزورة كده هيطلع عندي حوالي مية وطمانتاشر سنتي هخليها مية وعشرين تمام؟ يبقى أنا هعمل سلسلة بطول مية وعشرين سنتي وقسمها بحيث تقبل الاسمة على عدد الشغل بتاعي هيبقى أنا عندي الفاصل اربعة عملة وده اتنين وعشرين يبقى ستة وعشرين يبقى أنا عايزها دايما تقبل الاسمة على ستة وعشرين زائد اربعة في الاخر تمام؟ طيب هننفذ الوحدة دي ازاي؟ هنشوف مع بعض آآ دي اول جزء أنا عملته اهو اهو بطول الكنبة الوحدة دي بتاخد احد عشر صف اه 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 انا بكررها هنا بتاخد حوالي خمس آآ وحدات من دي بكررها علشان تديني الكفر كامل للكنبة تمام؟ آآ يلا نشوف احنا الجزء ده عملناه ازاي؟ واحنا لما نكرره كده هيديني العرض اللي انا عايزها او الارتفاع اللي انا هاوصله والفينيشينج هنوصله في الجزء ازاي؟ التاني يلا نبدأ آآ انا كده عملت سلسلة بعرض آآ كنابة الانطرين هبتدي انفز عليها الشكل آآ اللي احنا شفناه في الرسمة عالكمبيوتر اهو الجزء ده من هنا لغاية هنا اتنين وعشرين سلسلة فانا هقسموه الاول آآ خمسة 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 في السطر ده خمسة 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 اربعة وانا في دي هعمل تلات اعمدة ناحية تانية هعمل تلات اعمدة هنشوف ده مع بعض انا هسيب تلات اعمدة بداية ارتفاع وهبتدي اشتغل هنا عمود كمان عمود السلسلة اللي جنبها هعتبر دول اربع اعمدة هيبقوا ماشين للاخر كده فوق هكده هقسم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هاخد قصادهم تحت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في النمرة ستة هنا هعمل عمود انا عملت خمسة لسل فوق هعيز قصادهم تحت خمسة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى انا هنا هعمل خد لفة واعمل هنا عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نمرة ستة هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هاخد قصادهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في ستة هعمل عمود واحد اتنين تلاتة اربعة المربع الرابع ده الفراغ الرابع ده باربع سلاسل فقط يبقى انا هيسي نقصاتهم واحد اتنين تلاتة اربعة في الخمس هنا هعمل عمود هنا بقى هعمل تلاتة وراه وده بيبقى الفاصل بين كل واحدة والتاني هكمل كده الاخر الصدر وارجعلكو تاني كده انا خلصت الصف الاول كله هبتدي اعمل الصف التاني في الصف التاني انا بارتفع واحد اتنين ثلاثة ارتفاع عمود واقلب الخيط وبتدي اشتغل الناحية دي الارتفاع ده بيسوي العمود ده هشتغل هنا ثلاثة اعمل البقين اربعة سلاسل واحد اتنين ثلاثة اربعة حامل فوق العمود عمود بعد كده واحد اتنين ثلاثة هبتدي اعمل في السلاسل دول عمودين واللي في غراها خمسة طبعا بالاضافة للعمود ده وده انا طبعا لما امسك واحد السلسلة السلسلة كتتكون من ثلاثة فتلة تقدي واحدة اتنين اللي عاملين شاكل لحرف الفي او السبعة دي وفتلة بتبقى من تحتهم تحت اهي فانا لما هاخد لو انا اخدت كده مش هينفر فانا باخد اللي اتنين دول مع بعض اهي الفتلة دي واللي معاها التاني اهي واعمل كده عمود وفي العمود نفسه عمود من خمس سلاسل دول برضو كل واحدة عمود واحد واحد اتنين ثلاثة اربعة اربعة امس اكده ستة امس 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 اربعة وحكمل نفس الواحدة الاخر السطر بس خليكم عارفين ان انا بعمل هنا اربعة ثلاث سلاسل وانا في تسع عاملة خمس سلاسل وحكمل هكرر نفس الكلام كده انا خلص الصف التاني هبتدي الصف التالت هعمل ارتفاع سلسلة ثلاثة واحد اتنين ثلاثة وبلف الشغل وكمل هذه واحد اتنين ثلاثة وكده هعمل سلسلة واحد اتنين ثلاثة اربعة وهنا في السلسلة الابل العمود هعمل عمود واحد اتنين ثلاثة ثلاثة اتنين اتنين بعد كده هعمل ست سلاسل ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة واروح واروح الاربعة دول واعمل اربعة اعمالة اتنين ثلاثة اربعة وحكرر وحكرر لكل الوحدات دي من نفس الطريقة كده انا خلصت الصف الثالث هنتيدي الرابع زي ما تعودنا ثلاثة سلسلة ارتفاع وبقلب الشغل وهعمل ثلاثة اعمدة باعتبر ان الارتفاع الاول ده هو مكان العمود ده عشان يفضل العدد اربعة هنا بقى انا حامل ستة سلسلة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة خمسة اعمدة فوق كل عمود حامل عمود بعدين ثلاثة سلسلة في الفرقة واثنين ثلاثة ثلاثة وتلاثة دائما موزين لبعض ثلاثة هعمل الاربعة عمودة دول هزود كما واحد في السلسلة اللي بعدها هزود عشان كانوا اربعة يفضل معي تلاتة واحد اتنين ثلاثة وحامل الاربعة عمودة هكرر كمان واحدة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وعامل الخمسة اعملوا فيهم خمسة ثلاثة اربعة خمسة بعدين ثلاثة سلاسل واحد اتنين ثلاثة الاربعة عمودة اعمل فوقهم اربعة الاربع قطوعي وبزود واحدة عليه. دي بقوا خمسة. هنا الاربع سلاسة هي بقوا ثلاثة واحد وين ثلاثة واربع الاربع مددو. هكرر ده مع مقول الوحدات لنهاية الصف. بعد كده نرجع نشوف الصف الخامس. انا كده خلصت الصف الرابع. هنبتدي في الصف الخامس. سلسلة الارتفاع واحد اتنين تلاتة. وحقل بالشوف. هبتدي اشتغل هنا. عمود. اتنين. ثلاثة. هنا ثلاث سلاسل. واحد اتنين. ثلاثة. حامل فوق الخمس عميدة خمسة. الواحد اتنين. ثلاثة. اربع. خمسة. بعد تلات سلاسل. واحد اتنين. ثلاثة. الخمس عميدة حامل فوقهم خمسة. اتنين. ثلاثة. اربع. خمسة. ستة. والاربع عميدة. الفاصل بين كل واحدة والتانية. زي ما هي. بطلعهم اربع. بدون زيادة او نقص. اكرر واحدة تانية. واحد اتنين. ثلاثة. خمسة. دول فئهم خمسة. اربع. خمسة. بعدين ثلاثة واحد اتنين. ثلاثة. واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. اوصلنا للست سلاسل. واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. وحروح. للفاصل هنا الاربع. واحد. اتنين. ثلاثة. اربعة. كده انا هكرر الصف الخامس في كل واحدة للآخر. على فكرة لو انتو آآ بتمشوا بنفس الاصر ونفس العدد اللي انا بعمله مش هتبحتاجوا انكم انتو تبصوا البطرون آآ او وحدة البطرون اساسا. لكن للاستعانة به انا هبطيته. مشوا حسب العدد اللي انا بامشي به هتلاقي نفسي بتعملي نفسي الوحدة بنفس الموديل ونفس الشكل. هخلص السطر واجيلكو للسطر بعد كده السادس. آآ كده انا خلصت خمس صفوف. هبتدي في الصف السادس. زي ما اتفع انا بعمل ارتفاع ثلاث سلاسل ولف الشغل. وابتدي اشتغل هنا ثلاثة اعمدة وده بعتبره العمود الرابع. هنشتغل اول واحدة هون. والتاني. والتالت. يبقوا كده اربعة. هنا بقى هشتغل سبعة سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة لان انا هرحل العمود ده مش هشتغل عليه وحشتغله من ناحية دي. فانا هبتدي هنا اهو. هسيبدأ. هشتغل هنا واحد. اتنين. اربعة. هشتغل واحد هنا الخامس بها خليه في السلسلة هنا في الفراغ. هو اعلى الفراغ ده. بقوا من الخمسة زي ما هم تاني رجعوا خمسة. بعدين واحد اتنين. تلاتة. هنا بقى فيه سلسلتين. هسيبه كمان معهم عمود. عشان نبقوا تلاتة موزين للتلاتة دول. واسيب ده واشتغل هنا. برضو انا هشتغل خمسة اعمدة ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. هاخد واحد في الفراغ هنا عشان يبقوا ايه? هجعوا زي ما كانوا خمسة. فضل هنا سلسلتين. ادي واحد. اتنين. اه هبتدي اعمل الاربع عمده. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. بحنا كده الوحدة. ده الفاصل دايما اربع عمده. من كل واحدة والتانية. هكمل كده الاخر السطر السادس. وارجع لكم. خلصت انا السطر السادس. هبتدي الوقتي السطر السابع. زي كل مرة. هبتدي ارتفاع السطر واحد اين تلاتة. ولف الشغل. الاربع دول بعتبر اول واحد موازل ده. هي بحمل هنا تلاتة. بعد بقى كده هعمل انا واحد اتنين تلاتة. دول خمس اعمده. انا هسيب اول واحد واشتغل اربعة دول. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. بعدين تلات سلاسل. واحد اتنين. تلاتة. ودول برضو حامل عليهم اربعة. واسيب الاخير المرة دي من هنا. اتنين. تلاتة. اربعة. بعد كده هعمل خمس سلاسل. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. هسيب قصاتهم خمسة تحت. العمود نمرة واحد. بعتبره نمرة واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. في نمرة ستة. هعمل بعد العمود. هعمل واحد. اتنين. وحب تدي اعمل اعمل الخاصة اللي بين الوحدتين. اللي هو اربعة عمدة. يبقى السطر السابع. بعمل تلات سلاسل. اربعة وميت. تلاتة. اربعة. خمسة. عمود. اتنين. واروح للفاصل اللي بعدها. نمشي واحدة تانية كده مع بعض. اهو. واحد. اتنين. تلاتة. هسيب اول واحد. واعمل اربعة في. اعمل دول اربعة. اتنين. تلاتة. اربعة. واحد اتنين. تلاتة. وهعمل هنا اربعة. هسيب الخمس من هنا. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. زي ما قلنا. هنسيب العمود الخامس. وحعمل خمس سلاسل. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. هاخد قصادهم تحت خمس. ادي اول واحدة اللي هي العمود. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. في نمرة ستة. هعمل. عمود. بعد العمود ده. هيبقى فيه هنا سلسلتين. هعمل قصادهم فوق اتنين. وبتدي اشتغل الفاصل اللي بين الوحدة والوحدة اللي هو عبارة عن اه اربع اعمدة. ده. الشغل في السطر نمرة سبعة. هكمل كده للاخر. بعدين نشوف تماني. آآ كده انا خلصت سبع صفوف. هبتدي في الصف التامل. هبتدي ارتفاع واحد اتنين تلاتة. وهلف في الشو. وهبتدي هنا اعمل تلاتة اعمدة. واحد اتنين. ثلاثة. بعدين هعمل اتنين سلسلة واحد اتنين. فوق العمود ده هعمل عمود. كمان هعمل عمود تاني في السلسلة اللي جنبه. اهي. بعد كده بقى هعمل آآ عدد سلاسل. آآ عملت كده انا الصف السابع وصلت للنهاية. تلات اعمدة فاضل العمود الرابع. عايز اقول لكم على حاجة انا بعملها في نهاية الصف. انا هعمل عمود الرابع. انا بعمل ارتفاع تلات سلاسل. لكن لما اجي اخد فيه العمود الاخير ما باخدهوش في النمرة تلاتة هنا. انا باخده في اتنين. ليه? الفكرة? اني ده بيخلي العمود هنا واقف ما هوش في انحناء. تمام? كده خلص الصف السابع. انا هبتدي التامن. واحد اتنين تلاتة الاردفاع هو. هلف الشغل. هشتغل هنا تلاتة اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة اهو. بعد كده بقى هنا. واحد اتنين حامل فوق العمود ده. عمود. كمان جنبه حامل عمود. بعد كده هابدي سلاسل. واحد اتنين. ايه. تلاتة اربعة خمسة. وحيسيب هنا اول عمود واعمل هنا تلاتة. تلاتة اعمدة دول. هعمل فقيهم تلاتة. بعدين تلات سلسلة. وزين لدول. واحد اتنين. تلاتة. وهعمل هنا تلاتة اعمدة. واحد اتنين تلاتة. والرابع هسيبه مش هعمل فيه. وهاخده فوق موازي دي واحدة سلسلة. تمام? اهو واحد اتنين تلاتة اربعة. لان دول كانوا تلاتة سلسلة. وهدي عمود يبه اربعة. اربعة قصتهم اربعة. وادخل هنا بقى للفاصل بين الوحدات. واعمل اربعة عمدة. وحكمل كده لغاية اخر السطر وارجع لكم. اه احنا كده خلصنا اه تمن صفوف. الشكل ابتدى يتضح. اديني عشان اديني واحدة البيزلي دي. الاسمة دي احنا بنسميها بيزلي. تمام? فاحنا بتدي الصف التاسع مع بعض. هنشوف هنعمل ازاي? هنعمل الارتفاع بتاعنا واحد اتنين تلاتة واتلف الشور. وبتدي اشتغل. الاعمدة بتوعي الاول الفواصل. هنا بقى هشتغل عدد خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة وبعض خمسة هسيب العمود الاول ده. وهعمل هنا واحد. واللي جنبه واحد. اتنين كده. بعدين تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. هعمل هنا تلاتة اعمل دول. كل واحد فوق واحد. بعدين هزود واحد من برة كمان في السلسلة دي. دبقهم اربعة. بعد كده هعمل واحد اتنين تلاتة. هزود آآ هزود واحد هنا تاني قبل الاتنين دول. هنا في واحد. والاتنين دول هعملوا بكل واحد في واحد. ده تلاتة اعمدة. وسلسلتين واحد اتنين. واروح للفاصل اللي بيتكون من اربعة اعمدة بين كل صف وصف. ده شكل الصف التاسع تلاتة الوحدة يزهر تلاتة اربعة آآ اجزاء. هكامل لاخر الصف وارجع لكم. وصلنا احنا كده للصف التاسع. انهنا هنبتدي في الصف العاشر. كالعادة واحد اتنين تلاتة. ولف الشور. واعمل تلاتة اعمدة. هنا بقى هعمل سلسلة واحد اتنين تلاتة. وهسيب اول عمود من التلاتة دول وهاخد في الاتنين دول عمود. واحد اتنين. هنا انا هعمل اتناشر عمود. التلاتة دول فيهم تلاتة. والاربعة دول فيهم اربعة. والتلاتة دول تلاتة. يبقى دي تلاتة. واربعة سبعة وتلاتة عشرة. واتنين اتناشر. فعنا التلاتة سلسل دول اهم هفتح كل واحدة واعمل فيها عمود. دي واحد اللي وراها. اللي بعدها الاربعة عمودة دول اربعة. كل واحد فوق واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. بعد يعني التلاتة دول فوق كل واحدة فيهم. اهو. عمود. اول واحد. تاني. تالت. كده انا بعد كده هعمل سبعة سلسلة. هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. واحروح على الفاصل بتاعي اللي بين كل صف وصف. واعمله اللي هو بيتكون من اربع اعملات. عشان نتأكد ان العدد. اهو. تلاتة سلسلة. اثناشر عمود. يبقى كده خمستاشر. وسبعة اتنين وعشرين. لان احنا متقين من اول من انبداية الصف هنا لغات هنا. اثنين وعشرين واحدة سلسلة. بعملها اعمدة بعملها سلسلة حسب البطلون. لكن لازم يفضل العدد معين هنا سابت عشان المسافة دي تبقى موحدة ما بقاش فيها زيادة او ناقص. ويفلع الصف آآ مستقيم كويس جيد. تمام? يبقى ده الصف العاشر. هتتم من كده الانهاية الصف وارجع لها. دلوقتي انا وصلت للصف آآ الواحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. الصف اللي احداشر انا بامشي فيه. خمسة سلسلة. اعمود. اربع سلسلة. تمام اعمدة. اربع سلاسل. وبكمل هنا. بالزبط اهو. اهو. هنا. هنا. خمسة. عمود. اربع سلاسل. ثمن اعمدة. اربع سلاسل. بكمل الفاصل بتاعي. انا هنا بقى في الشكل بتاعي ده. فرقت عن البطرون الاساسي. اللي على المبيوتر. بان انا زودت الصف هنا. يعني انا عملت الثمن اعمدة فوق دول. دول اتناشر في الصف اللي قبله. عملت انا تمانية عشان رسمة البسلي دي تاخد الشكل المنحني من فوق كده. بدل ما هي تبقى شكلها مستقيم كده وشكلها مش حين. انا مش عايزها بالشكل. ما هي تبقى بالشكل ده. انا عايزها تبقى بالشكل ده. فانا بزود اللي هو الجزء ده. اللي هما اه التمن اعمدة دول. انا بعمل سطر زيادة عرف البطرون عشان تخلوا بالكم. تمام? بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وصلنا كده لنهاية الصف الاول. وقلنا اني الوحدة بتتكون من اتنين وعشرين سلسلة. من بداية الفاصل ده للفاصل ده. رأسيا كده بتبتكون من احد عشر صف اه ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احد عشر. كده انا ده كده صف جديد. لما اوصل اه لنهاية كل الصفوف دي. بطول ارتفاع الكنبة كده الفوق. هبتدي معاكم اعمل النهائي للوحدة. اتمنى اني الموديل يعجبكم وتنفزوه. وحنشوفو على اجزاء التانية ان شاء الله. شكرا لو عجبتكم الفيديو. اه من فضلكم شيرو سبسكرايب للقناة. شكرا ليكم. والى لقاء. رؤيا. سلام عليكم.